السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم طفلة إليزا طفلة كانت تبلغ من العمر 8 يام 8 يام فقط وانتقلت إلى رحمة الله خلال 8 يام أصيبت الطفلة إليزا بمرض خطير HSV1 ده نتيجة قبلة تلقتها من أحد أقاربها قبلة تعمل كده تعمل كده إزاي نحمي أولادنا من هذا الأمر هل ما نخليش حد يقبلهم محدش يبسهم ولا في شروط لهذا الأمر خليني أقولك أن الطفلة إليزا ربنا يرحمها ويصبر أهلها كانت طفلة عادية جدا ومولودة تتمتع بصحة جيدة لم تعاني من أي شيء غير لما تلقت بهذه القبلة وأصيبت بهذا المرض اللي هو HSV1 إيه هو ال HSV1 وإزاي تحموا أولادكم منه في حلقة النهاردة وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم جميعا ونبتدي حلقة النهاردة الطفلة إليزا كل اللي حصل معاها إنها أحد أقاربها إداها قبلة بسيطة فبعد القبلة يعني ظهرت بعض البثور حول الفم حبوب أو اللي هي الفسافيس حول الفم طبعا الأمهات لما بيشوفوا حاجة زي كده بيقولك إحنا بيطلع لنا حاجة زي كده ممكن الموضوع يكون بسيط دايما بنقول بالنسبة للأطفال مش زينا أي حاجة إحنا بنعاني منها ما إحنا بنعاني منها بالتدريج لاجن الأطفال عندهم حاجة خطيرة جدا 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 إيه هي؟ دكتور حازم سعد كان دايما بيقول إن الطفل تبقى قاعد بتضحك معاه وتهزر معاه ويبتسم لك ويدحك ويعمل الأحلى إفهات تشوفها في حياتك بعد عشر دقائق تلقيه مولع نار الأطفال ما عندهمش مقدمات ما عندهمش إن انت تبدأ تلاحظوا بالتدريج إيه ده؟ في حاجة بيتر؟ لا الأطفال في عندهم يبيض يسود مرة واحدة خاصة كل ما يبقى صغير في السن الحكاية دي بتكون كتير المهم إن البصور اللي كانت موجودة حولين الفم دي كانت عدوة انتقلت من شخص كبير في السن اللي هو أحد أقاربها بسها ونقل لها العدوة دي اللي هي الـ HSV-1 اللي هو الهربس الهربس مرض بينتقل بسرعة شديدة من إنسان إلى إنسان خلينا أقول لك إن الهربس مرض فعلا كبير جدا في منه نوعين في HSV-1 و HSV-2 خلينا نتكلم عن HSV-1 اللي منتشر أو ممكن ينتشر بين الأطفال طيب نعمل إيه؟ نمنع موضوع إن أي شخص يقبلهم ولا إيه الحكاية؟ خليك معايا نتكلم عن HSV-1 الأول ونشوف إيه موضوع إزاي يهتقي أطفالك منه أكتر أطفال معرضين لهذا الأمر الأطفال اللي بعمر الشهر زي ما حصل مع الطفلة إليزا في الأيام الأولى دالي دالي إن الجهاز المناعي لسه ما ستشتغلش قوي لسه في استعداده للعمل فلما بيهاجم بهذا الفيروس بيبقى شيء صعب جدا على الإجهاز المناعي البسيط اللي موجود في طفله عمره شهر هو ممكن يصيب الأطفال من عمره شهر حد عمره 6 شهور بيبقى الخوف عليهم من هما ما يقدروش يقوموا هذا الأمر بنعرف إزاي؟ أول ما نلاقي إن في بثور أو اللي هي القرح الفموية زي ما قلنا وداخل تجويف الفم من جوة طبعا الحالة والذاتين ده ممكن الدكتور هو اللي يشوفهم لكن الأم ممكن تلاحظ إن فيه هنا حبوب أو قرح تجويف الفم تلاقيه من جوة الطفل سخنان الطفل مش عايز يرضع بكاء مستمر في حاجة مش طبيعية هنا تبتدي تقلق الأم وتعرضه فورا على الطبيب لربما يكون قد أصيب به هذا الأمر طيب ما نخليش حد يقابل أطفالنا الأطفال بس فكرة أول ما بيتولده والحبايب والقرايب بيجوا يقبله محدش يقبل الطفل خاصة من الفم عادة تقبيل الأطفال من الفم بلاش يمنعوها فورا بالنسبة للمحيطين قولوا لهم محدش يا جماعة يقبل أطفالنا من الفم عايزين تقبلوهم من الجبي من فوق يعني من حتة بعيدة عن وخاصة لو في أحد الأشخاص المحيطين عنده برد لو رحزتوا بعينيهم كده أن في أحد الأشخاص يعني عنده قرح في الفم أو عنده حساسية تخافوا تقلقوا بلاش الشخص ده يقبل والأفضل إن إحنا ما نقبلش الأطفال بصنعة لطافة بطريقتكم بقى إن إنتوا إزاي ما تخلوش حد يقبل أطفالكم حاجة تانية مهمة جدا في وسائل الموصلات بتحصل الكرسى تيجي واحد مثلا يخطي عسلة يخطي سكر وييجي ماسك وموطي على طفلك وبيسه طيب الأشخاص الغرباء دول إحنا ما نعرفش مدى نظافة إيديهم عشان تقبل طفل لازم تكون نظيف لإن الطفلة مش زيك يا أستاذ يا محترم الهربس ده هل ليه علاج ولا لأ هل لو لقينا بثور حول الفم ممكن نلحق أطفالنا ولا لأ وليه إليزا ما لحقتش هذا الموضوع للطفلة دي أهلها ما لحقوش موضوع إن هم يعالجوها ده اللي هنعرفه في الفقرة التانية الطفلة إليزا ليه حصل لها كده طبعا لما ظهرت بثور أو قرح حول الفم أمها قالت فيه طبعا دي وكالات الأنباء هي اللي نقلت عن الأم هذه الرواية إنها كانت بتتمتع بصحة جيدة ظهرت هذه القرح الفموية وقالت نفيش مشكلة حاجة ممكن زي اللي بتحصل لنا طيب لكن زي ما قلنا إن الطفل مرة واحدة مش زينا بيبقى معا كويس وبعد عشر دقايق تظهر الأعراض فجأة فلما نلاحظ حاجة على الطفل نجر على طول إيه اللي حصل مع إليزا إن القرح دي لما ظهرت أمها صبرت عليها وما راحتش بيها للدكتور لحد ما الفيروس تغلغل فيها وقدر إنه يأثر على الدماغ والرئتين ولما تتكلم عن الرئتين يبقى تتكلم عن النفس بتاع الطفل بدأت الطفلة تصارع مع النفس مش قادرة تاخد نفسها إلى أن شاء الرحمن أنه يعني ياخدها إلى جواره طيب يبقى لما نعرف أو نلاحظ أي حاجة ما نعودش نسأل ونقول يا طرى دي كذا ولا كذا نروح نروح على الدكتور يا جماعة فور من فضلك الأطفال أنا بالذات كمان أما بحبش أرد على تعليقات أسئلتكم حول الأطفال لإني بتعمد إن أنا أخليكم تروحوا للدكتور ما ينفعش نسأل على الأطفال بالذات علاج هذا الأمر بسيط لكن لازم يتعرف الأول لإنه هناك تشابه ما بينه وما بين حاجة اسمها التهاب الحلق البكتيري طيب التهاب الحلق البكتيري والهربس يعني أعراضه متشابهين فبيعمل الطبيب بيطلب مزرعة للقرحة الموجودة أو يعني للقرحة الفموية وبيحدد إذا كانت هي هربس ولا لا وبناء عليه بيتم إعطاء علاج لو تم إعطاء علاج في وقت مناسب وما تأخرناش على الطفل خلاص الحمد لله الطفل هاتخط هذه المرحلة وبعد كده تم به بقى على الأمهات والآباء بلاش فرح العمدة اللي انتو بتعملوه في موضوع خد الوادي أخويا بوسوا خد الوادي مش عارف إيه وبوسوا منبؤوا والكلاب ده ما يحصلش وانتو نفسكم أنا عارف إن الموضوع بيبقى مستفز والإنسان بيبقى يعني بيبقى الطفل بالنسبة له عامل زي الغريبة بيبقى عايز يأكلها ده جميل بس خد بالك وإحمي طفلك من موضوع إن انت عايز تاكله لإن انت فعلا ممكن تاكله ودايما المسألة اللي شايروا يقولك الدبه أكلت عيالها من الحب فخدوا بالكم من أطفالكم دي كانت حلقة النهاردة عن الهيربس ويا رب ما حدش يتصاب ما تستهونوش بالموضوع الموضوع فعلا خطير والموضوع يعني وكالات الأنباء نفسها اهتمت بخبر وفاة إليزة لإنه يعني الموضوع مش سهل وربنا يحفظ أولادكم جميعا وبشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا